في جزئية تانية وبشوفها لها جزء كبير من خسار معظم الأنداف في كرة القدم اللاعبين الأجانب، اللاعبين الأفرقاء، إنه دولارات كتير، عمنا صعبة كبيرة وفي النهاية ما بنشوفش كواليتي اللعيب مثلاً استثنائي مع كاملة احتمال، ما بنشوفش أتاكا، ما بنشوفش إيمانويل، ما بنشوفش فالكس، ما بنشوفش فلافق يعني خلاص، الكلام ده ما بقاش نشوفه، احنا بنشوف لعيبة بس أجاني أنت عارفة كريم الموضوع دوت، أنا فكرت في فترة من الفترات أن أنا أتقدم ببلاغ للنائب العام في الأموال المهضرة دي كواحد من أهل الصناعة لقيت أن الموضوع شينفع يتبلغ عنه لأنه موضوع فني بحث، رؤية فنية لكن الإدارات الفنية ومجلس الإدارات بيتلقوا الفيديوهات أو الجماهير اللي دلوقتي بتتحول إلى وكلاء أو سمصرة بيضغطوا عليهم بشكل أو بآخر أن هم يجيبوا لعيبة لا شافوا ولا تابعوا ولا عمل سكاوتينج عليه ولا حتى تفرج عليه مرتين ثلاثة صحيح فيروح جايبوا فيديو يعني زي الخمس عناصر اللي جوهم للنادي الإسماعيلي في يناير مثلا الخمسة لا بلعبوهش ده لحمزة لعيبهم ولا حمد لعيبهم ولا الراجل اللي جابهم لعيبهم أو حتى لعبوا إلا قليل أنا بالمناسبة أنا بشكر حمزة الجمل على أنه وافق أنه هو يتولى مسؤولية النادي الإسماعيلي مقاتل يعني وبشكره جدا أنه هو فريق العمل اللي معاه وإن شاء الله هم قدروا يعدوا والنادي الإسماعيلي يعود بالشكل المناسب نعود إلى الله حقاك أن إهضار المال العام في المنطقة دي يجب أن يحاسب عليه من قام به أنت حقاك النهاردة الدوري المصري في آخر ثلاث سنوات يا كريم مش هتكلم عن السنة دي يعني سيبك من السنة دي هو أنا متكلم عن ثلاث سنوات اللي قبل كده مش أقل من مئة مليون دولار العيمة جات وراحت ولا حد سمع عنهم هتلعيب راح أوروبا هتلعيب راح الخليج هتلعيب راح من مصر كله إيه رزاق سي سي يمشي من الزمالك يروح للاتحاد وده شطر من مرتضى وستث مرتضى والفريق اللي معاه أمير والناس اللي شغالة اللي معاه يعني كوسونجو يروح مش عارف الرجاء ويرجع يجي حبيد أحداد الأهلي بفيش حد معي اللي إسمعيه نفس الموضوعات على الانبي حاجب تتكلم على اللعيب كنت أفرج عليك في الانترو على اللعيب بتاع الانبي انت حاجب تقيمه على ايه فين السردباكات اللي في الدورة المصري انت حاجب النهاردة عبدالشافي 36 سنة وباكلفت منتخب مصر أحمد فتحي لغاية دلوقتي بيلعب باكرات منتخب مصر فين السردباكات اللي عندك في الدورة المصري قصر بيلعب على مين عشان تقيمه انا شايف أصلا مهاجم مش كويس لا موجودش كده مهاجم بص يا فندي عادي أنا آسف أقولها بالبلد يعني أعور وسط عمي انت ما عندكش في الدورة المصري مهاجم كويس أصلا يعني المهاجم اللي الكويس يعني اللي أنا شايفي ومش رقم 9 محمد شريف الدورة المصري وإبراهيم عادل مش فرود يعني ده أبرز لعب في الدورة المصري لكن النهارده الدورة المصري بيفتقد حراسة المرمى بيفتقد المدافع الأيمن المدافع الأيصر اللي استوبر واحد أو التل اللي كويسين ديفندرات النهارده طريق حامل 38 سنة ولسه بنتكلم عليه عفوا يعني سنه جبير مش قصلي 38 35-34 هوافري يعني ولسه بنتكلم عليه وينتقل ويروح وييجي مفيش حد يشغال من تحتها جماعة مفيش لعيمة جاية خلص سنتر فرود منتخب مصري مين مراوان حمدي اللي الزمالك مشيت الله أعارة الأسبوع مع كامل احترابي لقدرات اللعب طبعا مقصودش حاجة النادي الأهل اللي هو النادي الكبير في مصري ما عندوش فرود رقم 9 حتى الأجانب اللي جابهم بيتسو كلهم جايين بعلاقاته عن طريق زوجته يعني بشكل أو بآخر ده ملف لابد أن يقنن ولابد أن يفتح ولابد أن يحدث معهم كما يحدث معنا عندما يذهب لعيم زي محمد صلاح أو النيني أو كذا الناس بتعامل سنة يا كريم مسكاوتينج على لعيم صح صح هو حقيق النهاردة المئة ألف دولار دول يعني رقم كبير دلوقتي في الأزمة الدولارية العالمية طبع اللي موجودة طبع فما تقوليش أن المئتين ألف دولار لا مش رقم مع طفرة اللاعبين وارتفاع الأسعار اللي موجودة فحقيق النهاردة لو هتحسب متوسط كل نادي مليون دولار ده على فرد يعني فأنت بتتكلم في 18 مليون دولار إقلب للمصري فأرقام كبيرة جدا صح أرقام كبيرة جدا وده أرقام مش حقيقية يعني أنت هتلاقي علي معلول بياخد 2 مليون دولار ماشي يستحق وأحسب محترف في الدولة المصري وباكليفت المتميز جدا لكن يعني المنطقة دي لا بد يكون في تدخل أنا مش عارف التدخل يكون إزاي قليات تنظيم الموضوع مش عارفه لكن أنا احنا ضلنا نشاور آآ في فكرة حد ترحى قبل كده قال لك أعمل زي الدولي الإنجليزي مثلا يكون لعيب دولي لعيب دولي ولهو نسبة مشاركات دولية ولهو حتى لو مع منتخبات شباب اللي إسماعيل يجيب سانا مع المهندس إبراهيم همام طارق لعيب منتخب العراق دولي الجناح اللي هو بتاع جينيا بيساو مش فاكر اسمه كان دولي الخمس عناصر اللي كانوا موجودين كانوا منتخب بلاده مسكنوش موفقين مهياش بقياس مهياش أنا عشان فيه الناس تاني حتيجي تقول لك مغفريكس لما يجي مصر ومع النادي الآن دي ما كانش جون أنتوي أنا جايبه من الشارع جون أنتوي النادي بتاعه دريمزي ده كان في الدرجة التانية طبعا يعني من أحسن الهدفين ده جاي بمئة أو حاجة جون في الدوري المصري بابا أركو لما جاي برضو كان من نادي أقل أتاكا كان بيدرس في مصر يعني وكل العناصر اللي نكحت في مصر نكحت بعد عدة سنوات مهي فأنت لازم تعمل سكاوتينج ويبقى عندك شايف ان الولا فيه بروميسنج انت شايف ان هو جاي لكن ان انت حقيق مجرد مواكيل بيكلمك أو جمهور بيكلمك أو انت تفرجت على مباراة ماينفعش يجي يعني بص العناصر اللي أنا جبتها مثلا مصطفى كريم قعد 3-4 سنين واتباع للإمارات جون أنتوي نفس الموضوع بابا أركو قعد 11 سنة يلعب في الدولة المصري صح فالعناصر اللي هيجي لازم تضيف ولازم تكون مؤثرة لكن النهاردة الأهل يجيبوا يمشي الزمالك بقى له فترة بصراحة ناجح مع القيام الملايا اللي بيجيبها لأنه بيجيب لعيبة زي ما حاك قلت منتخباته دوليين طبعا لكن امبي كم مرة الحرس كم مرة الاسماعيل كم مرة المصري كم مرة الاتحاد كم مرة مش عايزة تسمي أسامي بالمناسبة الاتحاد عنده فروت كويس خطوش سأقولك اتنين مهاجمين كويس اه كويس بصراحة كويس اه اتنين مهاجمين مبولولو والتاني بس مش مزاك الاسم اللاتي مش اه ايه اسميهم صعبة شوية مبولولو ده أنا فاكره اه واللي جاب جنب كعبة ولو العدد بس يشاركني يعني مبولولو ده لو هتقرنه اه ببتاع امبي اه لا مبولولو عنده سرعة وقوة ومهارة ومباغت بتاع امبي عنده قوة بتاع امبي قوي اه طبعا امبي مهاجم قوي لكن التاني عنده مميزات كتيرة جدا هو حاجة انت بتقيم من رأس حرب رقم 9 علي اول حاجة انه هو راجل عنده رؤية سرعة تحول تمركز متميز فيه لكن فروت عنده قوة بيجيب يعني هو ايبوكا ده مثلا انا اخده منطقة كابتن ايمان منصور مجد الصياد الفراو ده اللي هي بتعتمد على هو شبه بتاع النادل مصري صح اللي موجود في النادل مصري دلوقتي اللي موجود الفروت اللي في النادل مصري ايموتو اوسطين ايموتو هو شبه اوسطين ايموتو هو نفس الكواليتي ونفس صح يعني الدجة اللي معمولة عليه دي معلش اناعسي